حكاية مهمة جدا فيه مدربين في الدوري المصري فيهم ناس محترمة جدا ناس بتجتهد جدا ناس شطرة جدا فيه اللي بيشتغل في ظروف صعبة فيه اللي بيشتغل في ظروف أسهل فيه اللي معاه إمكانيات فيه اللي معهوش إمكانيات وفيه مدربين بياخدوا وقت كبير جدا عقبال ما يتميزوا ويعملوا اسم الراجل اللي أنا بتكلم عنه دلوقتي ده من أول ما اشتغل في التدريب أو المظاهر المدرب في الدوري المصري في كل خطوة عنده بصمة صحيح كان فيه بصمات كتيرة بيعملها وسط إمكانيات مش كبيرة الآن هو عنده إمكانيات معقولة قدر يكون فريق محترم بالمناسبة يعني كتشكيل أو قوام أساسي فيه فرق في الدوري بعيد عن الأهل والزمالك وبرامدز ممكن تبقى الأسماء اللي فيه أكبر على مستوى الأسماء لها خبرات أكبر شوية ورغم كده هو قادر يحقق نتائج رائعة جدا قادر يعمل نتائج إيجابية كبيرة جدا حتى لما بيخسر نقاط في الدوري بيبقى فيها بشكل واضح جدا سوق توفيق مش طبيعي يعني الفريق اللي أنا هتكلم عنه اللقتي المدرب اللي هتكلم عنه اللقتي ده اللي هو نادي زد خسر نقاط عديدة جدا في الدقاءة الأخيرة سواء خسر المبرأة أو تعادل في الدقاءة الأخيرة لازم بعد التسعين سوق حظ واضح يعني مش اللي هو المدربين اللي يقول لك إيه إحنا عندنا سوق حظ وخلاص لأ ده سوق حظ واضح ولولا خسارة النقاط دي كان ممكن يبقى زد في صدارة الدوري دلوقتي مرتاح بسهولة شديدة في أول موسم ليه في الدوري الممتاز لما بتفرج على المباراة تحس بالشغل الفني تحس بالشغل التكتيكي فيه في الدولة المصر كده ساعات لعيبة بيتهاء وبيكسبه لكن ده تحس بلمسة المدرب بشغل المدرب راجل ناجح ومؤثر واسمه كبير جدا في الدولة المصر دلوقتي